السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله كاملين طلبوا الله سبحانه وتعالى تكونوا كلكم بخير كثير من الناس كتسول وكثير من الناس كتشبه في التعاليق يريد أن نعرفه بين الراقي الفرق بين الراقي وبين المشاوي الفرق بين الراقي وبين الذي يستعينه وبين الجين اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكلموا في هذه النوقات لأن كثير من الناس مسكينة قهرات كثير من الناس تعدبات كثير من الناس تمحنات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير ونسأل الله عز وجل أن يغفر لي ذنوبي ويغفر لكم أحبابي الكرام استغفروا ربكم وصلوا للحبيب صلى الله عليه وسلم أي واحد كتصل به أو كتبشي عنده تقول قطع نية صورتك فهو ما شراقي أي واحد كتبشي عنده أم ام ك Lil nào出来 تحقي ربكم أي واحد تقول كتبشي عنده تجري زين تصورتك ذكت أن أحبيchanه فهو ما شراقي او كتتواصل معه في الواتساب أو كتتتواصل معه لديه أم احبابك اعطيني تصوير تكتب فهذا ما شراقي أي واحد ما سبحثتك ف.? أي واحد تعطيني من أحد suscriبينا باش نقاد لك ونصيب لك فهذاك ما شراقي لكن للأسف ان بعض الناس عزيز عليهم هاد المسائل ان بعض الناس كيبغيوا هاد الناس هادو كيبشيوا عندهم وكيتيقوا فيهم خصوصا مني تيقول لك شنو عندك وشنو واقع لك وواب الزابد المسائل فالله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير الانسان ما يحاولش يقلب على مسائل لغادي يعصي الله سبحانه وتعالى بها لان طاعة الله هي كل شي طاعة الأصل في الرقية هو ترقي ذاتك بداتك ترقي نفسك بنفسك ترقي صحتك بك انتاء متقلبش ولا يرغتي تقلب وليل تقلب واحد يستعن بالجين ما تقلمش على شيء واحد يستعن بالجيل الله يرحم الولدين الناس تقهرات والناس تعدبات فالإنسان يحاول يحاول شوية يخفف على ذاته الإنسان يحاول شوية يخفف على ذاته لأن الإنسان تقهر الانسان تقدب والإنسان تقدب الله يجزكم باخير الانسان بالتلقي سي السوعة شيء واحد يقوم بالekenح hepat بالشرع بالقرآن وبالدعاء السلام عليكم